رئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اكد ان الازمة في سوريا ليس لها حل عسكرية وتدخل القوى الاجنبية يؤدي فقط الى زيادة الاوضاع سوى وخلال اتصال هاتفي انتلقاهم رئيس لبنان شدد الروحاني على ان السياسة الايرانية تقوم على تقديم العون والمساعدة لشعوب ودول المنطقة ولا نعتقد بان الوسائل العسكرية يمكن ان تشكل حلا لأي مشكلة واكد الروحاني ضرورة استقرار وهدوء المنطقة وخاصة سوريا والعمل على وقف المذابح في هذا البلد